من جانبه أكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن توصيات اجتماع قاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكمة الدستورية والمحاكمة العليا والمجالس الدستورية سيكون لها عظيم الأثر في التنمية بقارة في إطار السعي للنهودي بشعوب أفريقيا وأضف المستشار طارق شبل أن نجاح الدورة السادس للاكتماع رفيع المستوى جاء بسبب المناقشات الجدة والحوارات العميقة والبناء في المسائل التي تضمنها جدول أعماله والتي تخص الشأن الأفريقي وما أسفرت عنه تلك المناقشات من توصيات العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر ومنها أيضا دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الصراوات الطبيعية المشتركة ومنها الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهر ومن أهم التوصيات أيضا التأكيد على كفالة الحد الأدنى للإحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي